السلام عليكم كيفكم؟ شو أخباركم؟ اليوم رح نبدأ موضوع جديد هو تنوين الفتح أول شي كالعادة رح نحكي قصة اللي نستنتج منها القاعدة القصة بتحكي عن مدرسة تسمى مدرسة تنوين الفتح وطلابها هم الحروف هذه المدرسة ذهبت في رحلة وأثناء سيرهم في الحافلة تعرضت الحافلة لحادث مما أدى إلى أضرار بالحروف ذهبوا بهم إلى المشفى وتم تجبير الحروف أي وضع جبيرة أغلب الحروف تم تجبير سيقانهم وأعطائهم عكاز حتى يستطيعوا الحركة أما بالنسبة للبقية فقد جبروا أيديهم ومن الحروف التي لم تحتاج إلى عكاز هي التاء المربوطة الألف المهموزة الألف المقصورة والهمزة المسبوقة بألف أما باقي الحروف فقد احتاجت إلى عكاز هاي هي قصتنا لليوم رح نبدأ هلا بالقاعدة القاعدة هي عبارة عن تنوين الفتح تنوين الفتح يلفظ نون ساكنة يلفظ نون ساكنة وهو عبارة عن فتح تين نضعه على آخر حرف الكلمة طبعا التنوين بشكل عام لا يدخل إلا على الأسماء فقط يعني أي كلمة أو أي كلمة فيها تنوين تعتبر اسم أو نقول عنها اسم عند دخول تنوين الفتح على الكلمة نزيد إلى نهاية الكلمة ألف هذه الألف نسميها ألف تنوين النصب أو هذا العكاز هو العكاز مثال كتاب كتابا عند إضافة التنوين نسمى كتابا نلاحظ هنا لفظ التنوين هو عبارة عن نون ساكنة كتاب عند التسكين عند زيادة التنوين كتابا هنا نلاحظ في المثال الذي أمامنا قمنا بزيادة ألف تنوين النصب ولكن وضعنا التنوين على الحرف الذي يسبق الألف هذه الألف نسميها العكاز الألف نسميها العكاز والجبيرة هي عبارة عن التنوين نضع الجبيرة على العكاز أم على الساق توضع الجبيرة على الساق وتحمل العكاز باليد إذن نضع التنوين على الحرف نضع التنوين على الحرف ونعطي الحرف العكاز 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 يمسك بالحرف هنا مثال آخر دفتر دفترا هنا لفظنا تنوين الفتح هو عبارة عن نون ساكنة وزدنا ألف تنوين النصب لها ووضعنا التنوين على حرف الر وضعنا التنوين على حرف الر أيضا معلم مثال معلما عندما أدخلنا التنوين عليها أصبحت معلما أخذ الحرف العكاز ووضعت الجبيرة أو التنوين على الحرف نفسه وقلنا في البداية في بداية القصة أن بعض الحروف تم تجبير أيديهم ولم يحتاجوا إلى عكاز أي لا نزيد لبعض الحروف ألف تنوين نصب إذا انتهت الكلمة بها الحروف التي لا نزيد لها التنوين كما قلنا سابقا هي تنوين هي التاء المربوطة عند وضع التنوين نضع التنوين على التاء المربوطة نفسها مثل مدرسة مدرسة أيضا قلنا من الحروف التي لا تحتاج إلى عكاز هي الهمزة المسبوقة بألف مثل سماء وضعنا التنوين على الهمزة أيضا الألف المقصورة بصورتيها إما المقصورة هذه أو الألف القائمة أو الألف القائمة مثل فتن وضعنا التنوين على حرف التاء وأيضا مثال آخر عصن اللي هي عصن الألف القائمة وضعنا التنوين على الصاد أيضا الألف المهموزة لا نستطيع إضافة ألف بعدها مثل عندما نقول سبأ 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 وضعت التنوين أو وضعنا التنوين على الألف المهموزة هنا وضعنا التنوين على الحرف ولم نزيد إلى نهاية الكلمة ألف تنوين النصب لماذا؟ لأن هذه الحروف لا تحتاج لهذا الألف أو لا تحتاج إلى عكاز لا تحتاج إلى عكاز هذه هي قاعدة تنوين الفتح لأي سؤال أو استفسار التواصل على الخاص هنا في نهاية الفيديو سنرفق تدريب بإدخال تنوين الفتح إلى الكلمات الآتية إدخال تنوين الفتح إلى الكلمات الآتية ويعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر